حديثٌ فيه دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القلب وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه كان نبي صلى الله عليه وسلم يدعو رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارة لك ذكارة لك رهابة لك مطواعة لك مخبتاً إليك أواهاً منيذا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي وهذا الشاهد وسلل سخيمة قلبي وهذا أيضاً دعاءٌ آخر فهما دعاءً للقلب في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وقال عنه حسن صحيح وكذلك صحع ابن قيم رحمه الله في الوابل الصيد وزاد ابن ماجه قال أبو الحسن الطنافسي قلت لي وكيع أقوله في قنوتي الوتري قال نعم وقوله رب أعني أي وفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأمددني بقوة من عندك كي أستطيع وأقدر وأتمكن من القيام بهذا وقال بعضهم أعني يعني على أعدائي وانصرني عليهم إذن أعني على عبادتك كما هو الحديث الآخر أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو أعني على العدو أو على أعدائي أو على من بغى علي كلاهما صحيح وقوله ولا تعن علي أي لا تغلب علي من يمنعني من طاعتك من شياطين الجن والإنس أو لا تغلب علي عدوا يقهرني وقوله وانصرني ولا تنصر علي كذلك انصرني على عدوي وانصرني على الكفار وانصرني على كل حاسد وباغ بغى علي انصرني على نفس الأمارة بالسوء وقوله وامكر لي ولا تمكر علي المكر في اللغة معروف هو الخداع ومن أفعاله تعالى أنه يمكر وهذا مكره يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى إلا ليس كمكر المخلوقين لكن قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فهو خير الماكرين عز وجل والمكر يكون صفة كمال إذا كان بمن مكر به فالله يمكر بمن مكر كما أنه سبحانه يخادع من خادع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا الله لا يمكر ابتداء لكن يمكر بمن مكر وهنا الكمال هذا الكمال أنه يمكر بمن مكر بعباده المؤمنين بمن مكر بدينه الله يمكر به فهو سبحانه وتعالى يوقع به ويبطش به عز وجل ويستدرجه وقوله ولا تمكر علي يعني لا تهدي عدوي إلى سبيل يوقعني فيه لا تجعل مكر الماكرين يحيط به ويقع علي نجني من مكرهم هذا يعني لا تمكر علي ولا تستدرجني ولا توقع بي أنا فألحق مكرك بأعداء لا بي قال أهل العلم مكر الله تعالى هو إيصال العقوبة إلى من يستحق ومن حيث لا يشعر فتأتيه الواقعة وتأتيه الداهية من حيث لا يحتسب ولا يتوقع وهذا عدل منه سبحانه بمن يخادع ويمكر ويحتال على دينه وأوليائه أما المكر ابتداء بالأبرياء فهذا نقص المكر بالأبرياء هذه ولا شك ذميمة خبيثة والمكر من الله نظير الاستهزاء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وكذلك نظير السخرية قال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم ونظير الكيد إنهم يكيدون كيداً وأكيدوا كيداً فهذه أمور تنسب إلى الله من باب المقابلة والجزاء فيكون منه عدلاً وكمالاً سبحانه وتعالى ودليل القوة والقدرة منه عز وجل ودليل أنه سبحانه يرصد أعداءه وأنه يعاقبهم قال شيخنا عبد الرحمن بناصر البراك المكر والكيد هو تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر من حيث يظن النفع من حيث لا يتوقع فالذي يريد أن يمكر يظهر المحبة ويظهر الإحسان وهو يتخذ ذلك وسيلة لإقاع بخصمه وعدوه والمكر من الناس منه المحمود والمذموم فإذا كان على وجه العدل يعني المقابلة واحدة بواحدة فهو محمود وإذا كان على وجه الظلم والعدوان فهو مذموم أما المكر من الله يقول الشيخ فهو كله محمود وعدل وحكمة فهو يمكر بالكافرين مكرا حقيقيا ويدبر تدبيرا خفيا يوصل به العقاب إليهم من حيث لا يحتسبون ولا يشعرون ولا يتوقعون وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أو جاء عن مسعود رضي الله عنه أنه قال الكبائل والإشراك بالله عز وجل والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وسئل ثابت البناني رحمه الله عن الاستدراج فقال مكر الله عز وجل بالعباد المضيعين وعاما أبي رافع قال إن إقامة العبد على الذنب يطبع على قلبه ويكتب من الغافلين ومن الأمن لمكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة من الأمن مكر الله أن الواحد يعصي ويقول سيغفر لي وقال الفضيل بن عياض رحمه الله يكون شغلك في نفسك ولا يكون شغلك في غيرك فمن كان شغله في غيره فقد مكر به وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله في تفسيره مكر الله قد يكون تارة فعلا يقصد به مصلحة ويكون تارة جزاء المكر ويكون تارة بأن لا يقبح مكرهم في عينهم وذاك من قطاع التوفيق عنهم وتزيين ذلك في أعينهم حتى كأنه زينه في أعينهم ومكر بهم ويكون تارة بإعطائهم ما يريدون من دنياهم فإذا أعطاهم واستعملوه على غير ما يحب أعطاهم نعم فاستعملوها في المعصية فكأنه مكر بهم واستدرجوا من حيث لا يعلمون وهذا من معنى قوله تعالى ويحذركم الله نفسه وقال حافظ ذهب رحمه الله كل من لم يخشى أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله به وقال في الحديث واهدني دلني على الطاعة لأقوم بها وعلى عيوب نفسي لأصلح بها عيب نفسي وقوله ويسل الهدى لي أي سهل اتباع الهداية أو طرق الدلال لي حتى لا أستثقل الطاعة ولا أشتغل عن العبادة وقوله وانصرني على من بغى علي على من ظلمني وتعدى علي طيب فإن قال ألم يقل من قبل وانصرني أو أعني فما وجهه هنا فيقال هذا تخصيص انصرني على من بغى علي على من ظلمني وتعدى علي وهو تخصيص لقوله وانصرني في الأول وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهم الوارف مني وانصرني على من يظلمني واخذ منه بثأري راه الترمذي وهو حديث صحيح له طرق وقوله رب اجعلني لك لك هذه فيه اختصاص اجعلني لك شكارة وأكون بكلية قائما بشكرك قولا وفعلا شكارا صيغة مبالغة كثير الشكر وأصل الشكر الزيادة وهو مبني على خمس قواعد خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمه وثناؤه عليه بها وأن لا يستعمل فيما يكره فهذه الخمسي أساس الشكر وبناؤه عليها فمتى عدم واحدة اختلت قاعدة ما هي الخمس خضوع الشاكر المشكور محبته اعترافه بالنعم له ثناؤه بها عليه ثناؤه عليه بها أو بها عليه وأخيرا ألا يستعملها فيما يكره طيب اجعلني لك ذكارة أيضا صيغة مبالغة يعني كثير الذكر لك في الأوقات والآن بالقلب واللسان والجوارح قال بعض أهل العلم الذكر على سبعة أنحاء فذكر العينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاء وذكر اللسان بالثناء وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء وذكر القلب بالخوف والرجاء وذكر الروح بالتسليم والرضاء فقوله الذكر على سبعة أنحاء فذكر العينين بالبكاء يعني من خشية الله وذكر الأذنين بالإصغاء يعني للقرآن والذكر والفقه والعلم ذكر العينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاء وذكر اللسان بالثناء وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء وذكر القلب بالخوف والرجاء وذكر الروح بالتسليم والرضاء ولو قلناها على الشكر ليست بعيدة لو قلنا شكر العينين بالبكاء وشكر الأذنين بالإصغاء وشكر اللسان بالثناء وشكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء وشكر القلب بالخوف والرجاء وذكر الروح بالتسليم والرضاء طيب قوله رهابة اجعلني لك طيب شكارا ذكارة رهابة يعني أخافك في السراء والضراء لك مطواعة أيضا صيغة مبالغة مقال طائعة مطواعة يعني كثير الطوع كثير الطاعة لك الاستجابة الانقياد مطيعا لك يعني منقادا طيب لك مخبتا يعني خاضعا خاشعا متواضعا من الخبت وهو المطمئن من الأرض يقال أخبت الرجل إذا نزل فاستعمل الخبت في اللين والتواضع قال تعالى وأخبتوا إلى ربهم أطمئنوا إلى ذكره وتواضعوا له وانقادله وسكنت نفوسهم لأمره وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وإما رزقناهم ينفقون فعرف المخبتين في الآية قال وبشر المخبتين الذين وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون عُدِّي بإله لاحظنا أخبتوا إلى ربهم ليضمنه معنى الطمأنينة يعني اطمأنوا إليه وليضمنه معنى الإنابة يعني أنابوا إليه وكذلك السكون سكنوا إليه المدارج فإذن تارةً يعدَّى باللام لك مخبتة ليفيد الإخلاص لك لا لغيرك وتارةً يعدَّى بإله وأخبتوا إلى ربهم إذن يعدَّى باللام ليتضمن معنى الإخلاص ويعدَّى بإله ليفيد الطمأنينة والإنابة إلى الله وقوله إليك أواها أي متضرِّعًا أيضًا على وزن فعَّال من أوَّهَة أوَّهَة أوَّهَا أوَّهَة الصوت الحزين في اللغة فاجعلني نادماً على التفريط حزيناً على ذلك حزناً يدفعني إلى التوبة وقيل الأوَّاه البكَّاء ومن صفات النبي الكريم إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهٌ كثير التأوَّه يبكي من خشية الله قوله في الحديث منيبًا يعني راجعًا إليك مقبلاً عليك خاضعًا لك قال ابن القيم رحمه الله الإنابة وإنابتان إنابة لربوبيته وهذه إنابة المخلوقات كلها وإذا مسَّ الناس ضرٌ دعوا ربهم منيبين إليه فهذا عامٌ في حق كل داعٍ أصابه ضرٌ وهذا قد يقع من المشرك كما إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم ريح عاصف أو شكوا على الغرق دعوا ربهم منيبين إليه هذه ليست إنابة اختيار للحقيقة صارت من الكافر في حال الاضطرار الإنابة الثانية إنابة أوليائه فهي إنابة لإلهيته إنابة العبودية والمحبة إنابة الاختيار فهذه تتضمن أربعة أمور محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه لو واحد قال لك كيف واحد ينيب إلى الله كيف يكون عبداً منيباً منيب ويوجد في الأسماء يعني بعضهم مثلاً منيب إيش يعني منيب ما معنى منيب ما هي الإنابة الإنابة تتضمن أربعة أشياء يقول من قيم رحمه الله محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه فلا يستحق مقام الإنابة واسم المنيب إلا من توافرت فيه الأربعة قال وتفسير السلف يدور على ذلك لكن اللفظة نفسها فيها معنى الإسراع والرجوع المنيب إلى الله يسرع إلى مرضاته ويسرع إلى التوبة من الذنب ويرجع إليه في كل وقت وحين قال في الحديث اجعلني أواهاً منيبة أواهاً منيبة فكأن الإنابة لازم للتأوه ورديف له قال الله عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم قال في الحديث رب تقبل توبته بجعلها صحيحة مستوفية للشروط واقعة عندك موقعها مقبولة قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فإذا كانت نصوحاً خالصاً قبلها قال واغسل حوبتي أو واغسل حوبتي بفتح الحاء وضمها كلاهما صحيح الحوبة والحوبة الذنب والذنب الكبير أمح ذنبي ويقال الحوب والحوب والحاب الإثم أصل في اللغة زجر الإبل فالذنب هذا مزجور عنه ولذلك سمي حوباً أو حوباً أو حاباً لأنه مزجور عنه هذه العلاقة بالمعنى اللغوي والشرعي وقوله وأجب دعوتي يعني دعائي طيب وثبت حجتي حجتي على أعدائك حجتي في القبر إذا سئلت سؤال الملكين ثبت حجتي إذا حجني أحد يصير عندي دليل بيّنة وأثبت في المحاجة المناظرة وكذلك ثبت حجتي يوم الدين جاء في الحديث فإذا لقنا الله عبداً حجته يقول رجوتك وخفت الناس طيب قوله وهدي قلبي وهو الشاهد اهده إلى معرفتك اهدي قلبي إلى شريعتك اهدي قلبي إلى الحق إلى السنة إلى الإسلام وسدد لساني صوّبه وقوّمه حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم ما إلا بالحق فاللسان المسدد الناطق بالسداد بالحق قوله وَسْلُ السَخِيمَةَ قَلْبِي هذا أيضاً شاهد لموضوعنا من الحديث وَسْلُ السَخِيمَةَ قَلْبِي السَخِيمَةَ ما هي وَسْلُ الْمَا مَعْنَاهَا؟ أُسْلُ الْأَخْرِجُ أَخْرِجْ سَخِيمَةَ قَلْبِي نَقِّ قَلْبِي مِنْهَا فَأَخْرِجْهَا مِنْهُ فما هي السخيمة؟ الغش والغل والحقد والحسد ونحو ذلك الغش والغل والحقد والحسد السخيمة مما ينشأ في الصدر وفي القلب من مساوئ الأخلاق وقيل السخيمة الضغن والحقد مأخوذة من السخمة ما معنى السخمة في اللغة؟ السخمة السواد ومنه سخام القدر يقال سخام القدر ما نشوف القدر إذا أوقد عليه بالحطب إيش صير فيها سواد؟ هذا السواد يقال له سخمة سواد وما يكون في القلب من الحقد والحسد والغل والبغضاء ونحوها طبعاً بغير حق يعني فيه بغضاء بحق لبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده طيب سلها أخرجها ونق قلبي منها وأيضاً يعني فيه معنى إيش اللطف في الإخراج شوف سل السيف إذا أخرجه من غنده لكنه إخراج على هيئة معينة أو على نحو معين وليس أي إخراج كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء أن يهدي الله قلبه وأن يسلل سخيمته سأل ربه العون والنصر وأن يمكر له ويهديه ويسر الهدى له وأن يجعله شكاراً ذكاراً رهاباً مطواعاً مخبتاً أواهاً منيباً وسأله أن يقبل توبته ويغسل حوبته ويجيب دعوته ويثبت حجته ويسدد لسانه ويهدي قلبه ويسلل سخيمته فجمع في هذا الدعاء خيري الدنيا والآخرة حتى قال شيخ الإسلام من تيمية عن هذا الدعاء هذا الحديث من أجمع الأدعية بخير الدنيا والآخرة فينبغي حفظه وترديده وكثير من هذه الوظائف والمطالب من أعمال القلوب كالتوبة والإنابة والشكر والذكر والرهبة والإخبات هذه مطالب عظيمة ينبغي أن يسأل الله إياها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وهذا يفيد المداومة كان والتكرار والاستمرار وكان هنا أيضاً تبين لنا أهمية هذا الحديث وهذه الأدعية لأن ما استمر عليه صلى الله عليه وسلم وكرره دال على أهميته ومنزلة هذا الدعاء عند رب العالمين أهميته يعني خير الدنيا والآخرة والمنزلة عند رب العالمين في ألفاظ أحياناً تأتي يعني مثل وَسْلُ الْسَخَائِمَ صُدُورِنَا وقد سبق أن ذكرنا أن القلب في الصدر فإنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي في الصدور فقول في هذا الحديث وَسْلُ الْسَخَائِمَةَ قَلْبِي في الآخرة وَسْلُ الْسَخَائِمَ صُدُورِنَا لا تَعْرُضُ بِنَا لأن القلب في الصدر